أهلا بيكم يا أصدقائي في فيديوهات افتتاحيات الشترانج ده الفيديو رقم 18 اللي هو رقم 4 في افتتاحيات بيدئ الوزير الحاليسة اللي قبل تبلعب فيها D4 والأسود بيرد أي رد في معادة D5 الفيديوهات دي من إعدادي أنا دكتور أصام حمودة ده الفيديو الثاني اللي بنخصصه لدفاع النمزو هندي وحنشوف فيه تفريع واحد وهو تفريع روبنشتاين اللي بيبدأ فيه الأبيض بأربعة E3 حنشوف فيه تفريع برونشتاين وتفريع هوبنر اللي هتلع عملنه أكتر من تفريع تفريع هوبنر بنيت E2 وتفريع هوبنر بنيت E3 وتفريع هوبنر بنيت G E2 وتفريع هوبنر بنيت F3 وبعدين حنشوف تفريع روبنشتاين بالديفايف وتفريع روبنشتاين بالتبيت وده هيخرج منه تفريعين تفريع روبنشتاين وتفريع روبنشتاين في الفيديو ده بنقدم آخر تفريع من تفريعات دفاع النمزو هندي واحنا لحد دلوقتي قد يكون الكثيرين مش مقتنعين بردود الأبيض على دفاع النمزو هندي في تفريع سامتش بيبدو أن الأبيض بيشجع الأسود على تنفيذ المخطط بتاعه وفي التفريع التقليدي الأبيض بيضيع وقت كتير بوزيره علشان يتجنب إزواب بادء وفتناح الوزير ولكن واحد من اللاعبين العظماء أكيبة روبنشتاين أعطى الحل رد الأبيض على دفاع النمزو هندي واقترح أن الأبيض يلعب E3 وده بيدخلنا في تفريع روبنشتاين في دفاع النمزو هندي وزي ما قلنا قبل كده في الفيديو بتاع لمبيت بودابست فإن روبنشتاين كان بيحب يلعب دايما ومعه ميزة زوج الأفيال ولذلك خطة الأبيض دلوقتي أنه يلعب نايت نايت E2 ويساند الحصان على السي سري ويصدر السؤال في البي فور وهنا الأسود حاول يجد نقلات يرد بيها على نقلة روبنشتاين وحاول أن يلعب نقلة زي البي سيكس وده بنسميه تفريع برونشتاين وحاول كمان يلعب C5 وده بنسميه تفريع هوبنر وكمان حاول نقلة زي D5 وحاول أخيرا نقلة زي تبيت بالطبع كل نقلة من نقلات الأسود الأربعة لأنها عليهم لهم أهدفهم ولهم أسبابهم المنطقية الوجهية تعالى نشوف أول رد للأسود على تفريع روبنشتاين بي سيكس والنقلة دي اقترحها أحد اللاعبين العظام اللي هو ديفيد برونشتاين والكتير اللاعبين بيعتبروا أن ديفيد برونشتاين هو أحد أبطال العالم وإن كان بشكل غير رسمي برونشتاين عمل خدمات جليلة للشترنج وتقريبا قدم نقلة أو أكتر في أي افتتاح هو لعبه النقلة دي نقلة بارعة عشان الأسود عارف أن الأبيض لما بيخش في تفريع روبنشتاين بيكون عاوز يحتفظ بميزة زوج الأفيال ولذلك هو عاوز يحرمه من أحد الأفيال بالنقلة ده الأبيض بيكمل بنقلته اللي قلنا عليها نايت جي بميزة 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 في تفريع بميزة 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 وده نقلة تعبوية عادية تعالي نشوف النقلة الأولى للأبيض اللي هي نايت جي E2 بيكمل التفريع D5 A3 بيشوف في C3 كيش نايت في C3 C4 E4 D في C4 والأسود قام بكل التكسيرات ده هيت في الوسط ونجح في النهاية أن يجعل الأبيض يكمل الدور ومعه البيض الأيزولاني في الوسط بيكمل التفريع بيشوف في C4 تبيت تبيت نايت C6 بيشوف E3 B6 والموقف ده كان موقف بيستهوي أحد اللاعبين الأسدق كبار فيكتور كورشانوي الأبيض عنده ميزة زوب الأفيال ولكن الأسود بعد ما حينشر فيه عن طريق الفيونكا حيبقى لسه عنده فرص جيدة للتوازن ودلوقتي نشوف النقلة التانية بتاعة الأبيض في الموقف ده وهي بيشوب D3 والنقلة دي بيختارها الأبيض إذا ما كانش مقتنع باللعب الحاد اللي كان فيه التفريع السابق وبيحاول وبيحاول أن يحط قطعه بترتيب مختلف الأبيض قرر أنه هو يعبق فيه أولا وبعدين حيطح له فرصة في المستقبل أن يلعب E4 بيكمل التفريع نايت C6 والأبيض دلوقتي بيواجه قرار صعب فين هيحط الحصان بتاع G1 هل هيحطه على E2 ولا هيحطه على F3 تعال نشوف اختيارات الأبيض اللي اتنين إذا الأبيض قرر أن يلعب نايت G E2 الأبيض بالنقلة دي بيهدف إلى أنه يبيت وبعدين يلعب نقلة زي D5 وإذا نجح في كده هيبقى في موقف ممتاز الأسود بالطبع عليه أنه هو بسرعة يتفاعل في الوسط وبيلعب C4 E4 D5 A3 D4 C4 B6 C4 B6 E7 وده موقف تاني خرج منه الأبيض ببيد الوزير المعزول في الوسط اللي بنسميه أيزولاني والأدوار العملية كانت في صالح الأبيض لأنه من السهل عليه أنه يلعب D5 مع التفوق علشان عنده تعبئة أفضل طيب تعال نشوف النقلة التانية للأبيض في الموقف ده بعد ما شفنا النايت E2 الأبيض هيقرر في مرة دي أنه يحط الحصان في F3 وفعلاً بيلعب نايت F3 الأبيض بيقرر أن يحط حصانه في F3 علشان كثير من الأسات الكبار بيكونوا مقتنعين بأن ده أفضل مكان للحصان عنه في المربع E2 الأبيض عارف أنه هو حيلعب بقية الدور ببيداء معزول الوسط اللي هو الأيزولاني زي ما حصل في الخطوط السابقة ولكن كمان بيتوقع أنه دلوقتي حيبق حصانه في مكان أفضل الأسود هنا بيغير خطته وبيكمل بيشوب في C3 كيش بي في C3 وهنا بيلعب الأسود نقلة قوية D6 وهنا بيباني التغير في خطة الأسود فالأسود دلوقتي عاود أنه يقفل الوسط وهيحاول أنه هو يلعب E5 وساعتها هيبقى أفيال الأبيض بتعاني معاناة شديدة من أجل أنه هم يتنشط بيكمل التفريع تبيت E5 وهنا الأبيض بيرد بنقلة قوية Nd2 الأبيض بالنقلة عمل مفادئ وغير خطته هو كمان ودلوقتي هو عاود يلعب نقلة زي F4 بيكمل التفريع تبيت بالطبع الأسود لو ملعب التبيت ولعب نقلة زي C في D4 فدي نقلة سيئة الأبيض هيكمل C في D4 E D4 FD4 Nd4 Bd2 Nd6 Nd4 وأفيال الأبيض أصطحت نشيطة ولذلك الأسود بعدما الأبيض بيلعب Nd2 بيسيب الوسط معلق وبيلعب تبيت وبيكمل التفريع D5 Nd7 Qc2 ودلوقتي الأبيض حضر للعب F4 وحيحصل على فرص جيدة للحصول على المبادرة بينما الأسود حيحاول أنه يحتفظ بالموقف المغلق وحيتأكد من عدم تعاون الفلين اللي الأبيض بيحزن الأدوار العملية أوضحت أن الموقف ده بيميل للتوازن على الرغم من أن الأسود لابد أن يلعب بكل حذر وحيطة نرجع تاني للموقف الرئيسي في تفريع روبينشتاين وإحنا شفنا في تفريع برونشتاين وفي تفريع هوبنر أن الأسود بيلعب على الجانب ولكن المرة دي الأسود حيلعب بطريقة تقليدية في الوسط وحيلعب دي فايف الأسود عاوز يبقي المربع بتاع الإي فور ما تغطي بطريقة جيدة على قد الإمكان وإذا استطاع أن يحرم الأبيض من فكرة لعب الإي فور فده معناه أن فيل السي وان هيفضل خامل لمدة طويلة بيكمل التفريع A3 B3 C3 كيش الأسود كمان ممكن هنا يجرب أن هو يرجع بالفيل بتاعه B7 وبيكمل التفريع ده 9F3 B4 والأبيض عنده بعض التفوق في الوسط وفي جناح الوزير وكمان ما تخلاش عن ميزة زوج الأفيال ولذلك في الموقف ده الإسود بيكمل بيبيشوب في C3 كيش وبيكمل التفريع BFC3 C5 الهجوم ده في الوسط بيكون ضروري بالنسبة للإسود فهو عارف إن الأبيض في أحد الأوقات حيلعب C4 في D5 وهنا حيبقى البيض بتاع C3 هو أحد الأسلحة له في اللعب في الوسط وبيكمل التفريع بيشوب بيشوب تبيت نايت E2 B6 الأسود بالنقلة دي بيحضر الفيل للانتشار عن طريق الوطر الطويل ودي بتكون إشارة للأبيض بإن حان الوقت لتكسير بيدا C4 وفعلا الأبيض بيكمل C5 والحصان اللي يتحول من E2 للجسري حيساعده في أنه يلعب E4 ودي هتحرر دور الأبيض والأبيض هيكون عنده التفوق نرجع تاني للموقف الرئيسي في تفريع روبنشتاين وحنشوف آخر نقلة للأسود في الموقف ده وهي تبيت والنقلة دي هي أكثر النقلات انتشارا بين اللاعبين فالأسود بيجي بملكه إلى الأمان وفي نفس الوقت بيحتفظ بمرونة دفاعية يقدر بيها أنه ينفذ أي اختيار كان عاوز يلعبه في التفرعات السابقة فهو لسه محركش بيد الوسط ويقدر في أي وقت أنه يلعب نقلة زي الدي او نقلة زي الدي سيكس ويحط بابه على مربعات سوداء أو مربعات بيضاء في الوسط وهنا الأبيض عليه أنه هو يختار بين نقلتين بإما يلعب نايت جي اي تو وده نسميه تفريع ريشفزكي أو يلعب بيشوب دي سري تعال نشوف أول نقلة للأبيض وهي تفريع ريشفزكي في تفريع روبنشتاين الأبيض بيلعب نايت جي اي تو وزي ما كان بيحب أكيب روبنشتاين أن يلعب ومعه ميز السوق الأفيال كذلك كان ريشفزكي الأبيض دلوقتي صورا حيلعب ويقدر أنه بعد التكسير ياخد الفيل بالحصان اللي على الائتو الاسود دلوقتي مجبر أنه يتفاعل مع النقلة دي في الوسط وبيلعب دي فايف الأبيض بيرود بنقلته اللي عاوزها اس ري وهنا الفيل الاسود مجبر على التراجل وبيلعب بيشوب اي سبن الفيل ممكن ما يرجعش للمربع اي سبن ويرجع بس للمربع دي سيكس وهنا بيكمل الأبيض سي فايف وبيضطر الفيل يتراجع للاي سبن بيشوب اي سبن وبيلعب الأبيض بي فور وهنا الأبيض سمح له أنه يحوز على مساحة كبيرة في جناح الوزير ولذلك لما الأبيض بيلعب اس ري الاسود مجبر أنه يرجع بالفيل إلى الاس غل وبيكمل نايت اف فور ورجزيسكي عمل نتائج باهرة بالموقف اللي بيوصله من هذا التفريع واللعبين الكبار بيقولوا أن الأبيض هنا له التفاوض نرجع تاني للموقف اللي كنا بنحلل فيه في تفريع روبنشتاين والاسود لعب تبيت والأبيض هنا بدل ما هيلعب النايت جي اي تو هيلعب بيشوب دي سري الأبيض هنا ما اعتمدش أنه يحرك الحصان وبينتظر عشان يشوف إزاي الاسود هيتفاعل في الوسط الاسود بيرد برده المعتاد C5 وهنا بيلعب الأبيض نايت F3 وبيحط حصانه في مكان أفضل والاسود بيكمل D5 تبيت D4 بيشوف C4 B6 وده بيمثل موقف ابتدائي لتفريع روبنشتاين الخطط هنا هو إلى حد كبير معقدة ويبدو أن الموقف ده محتاج لدراسة أكتر الاسود بنقلته الأخيرة بيحضر أن هو يلعب البيشوب لأي سيكس ويكسر أفضل قطعة عند الأبيض ومعظم الأدوار بتتكمل كوين 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 بيشوف بيشوف بيسيفن روك دي وننتظر من الموقف ده صراع قوي وجميل بين الطرفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر